السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية اليوم رايح نشارك معاكم طلابيات ربعين حبة كعيكعات مع جميع التفاصيل وبمقادير مضبوطة خاصة بالنسبة للمبتدئات اللي يحبوا يتعلموا ويحضروا هذا الحلوى خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة رايح نحتاج لثلت كيلات من الفيرينا او الطحين اللي نكون مغربلتها مسبقا انا هنا يستعملت سبعمائة وخمسين غرام من الفيرينا وبعد وزعتهم على ثلت كيلات بنفس الكيلة رايح ننكيل السمن راح نحتاج الكيلة من السمن انا هنا يستعملتوا بدرجة حارة الغرفة يعني هو اصلا الطقس سخول السمن تحكمها راح يكون يعني ذايب اضفت عليه ملعقة صغيرة من الفانيليا ورشة من الملح نبسس الفيرينا جيدا مع ذاك السمن اللي قفته لها بالتدريج حتى ان يندمج كليا معاها وبعد ما انت حصل على خاليط متجانس كما راكم تلاحظوا في الفيديو يعني تقريبا نحسوا انه العجينة تعنات جمعت في هذا المرحلة هذي فقط راح نبدأ نضيف في كيلة اللي تكون مش مليانة يعني ناقصة قليلا راح نضيف عليها ماء الزهر وهذا الكيلة هذي راح نضيفها بالتدريج على العجينة تعي ونخلط جيدا حتى نتحصل على عجينة اللي تكون يعني تتشكل بكل سهولة متل ما راكم تلاحظوا يعني العجينة متكونش قاسية يعني يابسة ومتكونش طرية بزيف بزيف يعني تكون وسط لخطر هذ العجينة هذي حنا راح ننشكلها في ديمول يعني في قوالب يعني مش مشكل تكون يعني طرية لكن مش لازم تكون قاسية بهم يجيش الحلوة تعنا يابسة في هذ المرحلة هذي راح نجمع العجينة تعي ورح نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل ساعتين وإذا حضرتها يعني في الليل يستحسن نخليها ليلة كاملة والغدوة يعني نستعملها متل ما لاحظتوا أنه أنا الكيلة على الماء والحليب يعني فضلي منها شوية وهذا يعني يبقى على حسب نوعية الطحين أو الفيرينة اللي راح نستعملوه في الوصفة تعنا ممكن نستعملو الكيلة كاملة ممكن نستعملوه أقل من كيلة بعد ما ننتهي من تشكيل العجينة تعي ونحطها ترتاح على جيها نروح نحضر الحشوة اللي هي عبارة عن ثلث كيلات من اللوز المرحي نضيف عليهم كيلة إلا أسبوع من السكر العادي ونضيف عليهم ماء الزهر بالتدريج حتى تتجمع الحشوة تعي وتصير تتشكل بكل سهولة أنا هنا يستعملت بالنسبة للكمية يعني بالضبط من اللوز هي عبارة عن 400 غرام القوامة الحشوة تعنا اللي لازم نتحصلوا عليه هي يعني حشوة تكون مية يابسة مية طرية بزيف تتلاسق في اليدين يعني يمكن شكلها على شكل حربوش تتشكل بكل سهولة نحط هذه الحشوة تعي على جهة نغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها يعني ترتاح على الأقل يعني ساعة هكذا هذك السكر اللي فيها يعني يذوب كليا بعد ذلك رح نجيب العجينة تعي بعد ما ارتحت ليلة كاملة أو ساعتين على الأقل رح نجيبها ورح نشكلها لشكل كورية كل كورية الوزن تحا هو 25 غرام نشكل كل الكمية اللي عندي انا استعملت الكمية اللي استعملتها في يعني 750 غرام من الطحين اعطاتني ربعين حبات كعيكعات كذلك الحشوة تعي رح نشكلها على شكل حربوش يعني كل الكمية اللي عندي رح نشكلها ووزن كل حربوش رح يكون 15 غرام هكذا بالمجموعة رح نتحصل على حبة كعيكعات يعني بين العجينة والحشوة 50 غرام نغطي الحشوة ببلاستيك غذائي وحتى هي نتركها ترتاح قليلا حتى نذوب منها السكر كليا بعد ذلك يعني نبدأ في تشكيل الكعيكعات رح نجيب كورية من العجين ورايح نفتحها يعني بسوم كأرقيق رح نفتحها بالحلال والله بيدني يعني نفس الشي يعني كل اخر يستعمل للطريقة اللي تناسبه نفتحها مليح ونفتحها خاصة بالطول يعني مش بالعرض يعني يستحسن تكون الفتحة نتحة يكون بالطول مش بالعرض نحط الحربوش تعي في الأسفل ونبدأ نبرم في العجينة تعيغليه ونخرج الهواء منه بالتدريج يعني ناخذ الوقت اللازم نبرم بالتدريج حتى يعني تتغلق العجينة تعيغليه كليا بعد ما تتغلق العجينة تعيغليه رح نفتحها من جهة من الجهتين يعني رح نفتحها ندير لها فتحة شوي كبيرة يعني نقدر ندخل فيها الجزء هذاك اللي الجزء الثاني وهكذا نتحصل على يعني شكل دائري بهذا الطريقة هذي مثل ما راك نتلاحظو في الفيديو يعني نتبعو نفس الخطوات بعد ما ننتهي من تشكيل كل الكمية تاع الكعيكات رح نبدأ نحط فيهم في هذ المول أو الكيسات الخاصين بالكعيكات أو نستعمل كذلك المول تاع السيليكون الخاص بالكعيكات نطيب يعني كمية وكين خلصنا نرجع نحط الكمية تانية أنا عندي غير عشرين واحدة تعليمول لهذا نطيب الكمية اللولة ونرجع نطيب يعني الكمية المتبقية رح ندخلهم طبعا في فرن مسخن على 180 درجة مئوية مدة تقريبا عشرين دقيقة حتى يستويوا بهذه الطريقة هذي لازم لكعيكات تعنا يخذوا لون يعني يطيبوا جيدا يعني في هذا المرحلة هذي رح نروح نحطهم علاجا بهذه الكعيكات يعني كي طيبوا يخلصوا رح نحطهم علاجا بخليم يبردو كليا ونروح نحضر الطليا تاعي أو لغلاساج بالنسبة لي طليا والغلاساج رح نحتاجوا الكيلة من عصير الليمون كيلة من الزيت كيلة من الحليب كيلة من ماء الزهر ملون أبيض يستحسن يكون ملون بدرة وطبعا رح نحتاجوا للسكر غلاس أو السكر الناعم بها نتحصلوا على القلاساج أنا بالنسبة للكمية اللي يعني تحصلت عليها تعليق عيكات 40 حبة استعملت فقط كاس تاع الشاي ومثل ما لاحظتوا في الفيديو الكاس تاع الشاي مكانش مليان يعني تقريبا ناقص أصبح يعني هذ الكمية هذي تاع السوائل هذي رح تكفيكم يعني 40 حبات عيكات يعني والله يعني ممكن تكفيكم يعني الكمية أكثر شوية يعني من 40 إلى 45 حبة هكذا ما يبقى لكمش يعني الكلاس ولكن يعني في حالة ما بقى لكم القليل من القلاساج تقدروا طبعا تحطوه في يعني في انتوبير واغ يعني انبورت مانجي وتخبيوه في المبرد وتستعملوه حتى يعني عندكم شهر في يديكم تقدروا تستعملوه يعني الوصفة ثانية بعد ما خلط سوائل يعني لي ضغتها يعني مع بعض جيدا رايح نضيف عليهم السيكري غلاس أو السكر الناعم بالتدريج يعني مش رح نضيف كمية كبيرة مرة واحدة رح نضيف يعني كمية بكمية ونخلط جيدا حتى نذوب هذيك الكمية تاع السكر في السوائل ونرجع نضيف كمية أخرى من السكر حتى يعني يبدأ يثقل بالتدريج للقلاس هاج تاعي بهذا الطريقة هذي متل ما راكم تلاحظو في الفيديو وبعد ما تحسوا انو الخليط تاعكم صار ثقيل نوعا ما ارفعوها قليلا يعني متل ما راكم تلاحظو في الفيديو رفعوها قليلا وكي يكون الخيط مستمر معناته لازم نضيفه كمية من السكر السوكري غلاس أو السكر النعم وزيدو يعني تخلطوه جيدا وزيدو تعملو نفس الطريقة يعني زيدو ترفعوه قليلا متل ما راكم تلاحظو في هذ المرحلة هذي كي نرفعو يعني الخيط راه يتقطع يعني موشي مستمر يعني معناته انو القلاساج تاعي صار جاهز في هذ المرحلة هذي راح نجهز يعني هذا الشباك هذا كي ما راكم تشوفوه نحطو عليهم بلاتون اللي يكون نظيف نحط حبات الكعيكعات تاعي ونبدأ نحط عليهم كمية من القلاساج بهذا الطريقة هذي وطبعا اذا كانت عندكم طريقة ثانية تاع القلاساج ممكن تستعملوها يعني كل اخر يستعمل طريقة لتناسبوه وكل ما تقلاسيو اربعة ولا خمس حبات تاع كعيكعات حطوهم لديكوراسيون او تزيين اللي كنتو حضرتوه لهم مسابقا انا حضرت هذا الريشيت هذو اذا كنتو حابين تعرفوا كيف حضرت هذا الريشيت فقط حطولي في اللي كومنتيق والله في تعليقات وهكذا نحضرلكم فيديو نشرحلكم فيه كيف حضرت هذا الريشيت او يعني التزيين اللي استعملته لهذه الكعيكعات بعد ما نجلاسي كل الكمية تاع الكعيكعات تاعي رايح نهزهم من هذيك البلاك والله هذيك اللاكري ونحطهم في ام بلاتو ونخليهم ينشفوا ليلة كاملة بعد ما ارتاحوا لكعيكعات ليلة كاملة رايح نحاول نحيلم هذك الزوائد هذيك اللي تكون يعني في الاسفل بعد ذلك زينت الكعيكعات بالنكري ارجنتي بهذا الطريقة هذي يعني بالبنسو وبعد ما يعني درت لهم الناكري هذة راح نحطهم في دي كيسيت وتكون الوصفة تعنا في نهار اليوم صارت جاهزة انا هنا حطيت الكيسات الكوتي تحمد دوغي ونبعد راح نتلاحظوا في اخر الفيديو باللي غيرت رأيي وقلبت الكيسات واستعملت الكوتي ارجنتي هذة كيسات هذو تلقوهم عند لوازم الحلويات يعني حتى لديكوراسيون اللي حبيتوا يعني جيبوهم جاهزين تقدروا تشيرهم جاهزين من عند يعني المحلات اللي بيعوا لوازم الحلويات انا سنة الحمد لله يعني نزلت عطلة على الجزائر يعني عندي اربع سنين منزلتش وهذه المرة هذة يعني استغلت الفرصة يعني شريت كل يعني اللوازم اللي نحتاجهم من الجزائر طبعا السعر مش راح يكون مثل السعر اللي هنا وكذلك راح ينتلقوا يعني يعني ديمو ديل اللي يعني ما تلقوهمش اللي هنا طلبية اليوم صارت جهزة وزبونا ما شاء الله يعني كانت يعني فرحانة بزيف بها ان شاء الله هنحاول يعني كل ما ندير طلبية نحاول نشاركها معكم ان شاء الله كذلك يعني قسمت معكم حبة كعيكعة تبهت شوفوا يعني النتيجة اللي تحصلنا عليها كي ما راكم تلاحظوا والحبة تتقسم يعني بكل سهولة من الطرى وطحة والحشوة كذلك جت معصلة وبنينا بزيف بزيف ان شاء الله يا رب هذا الوصفة على اليوم وهذا يعني طلبية على اليوم تكون نالت اعجابكم واذا كان عندكم اي استفسار او اي سؤال خليوا لي في التعليقات وان شاء الله هنحاول نجاوبكم عليه وإلى الملتقى في وصفة جديدة ان شاء الله